اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة خلال تصريحه في برنامج خاص لمركز الأخبار أن الوزارة قامت بتطوير 31 خدمة في الوزارة مقدمة للمواطنين والمقيمين بهدف تبسيط وتسهيل الخدمة للمراجعين في أطار النخطة التنموية الشاملة التي شهدت المملكة البحرين في ظل الأحد زاهر لسيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبنانع توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وولي الأحد رئيس منزره حفظه الله ورعاه عملت الوزارة بنانع هذه التوجيهات على تطوير مجموعة من خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وكان هناك 31 خدمة عملت الوزارة ضمن فريق البحرين على تطويرها من خلال المعايير التي وضعت لعملية التطوير وعادة تهندسة الإجراءات منهم هذه الخدمات خدمات تتعلق بالرسوم البلدية خدمات تتعلق بالعناوين خدمات تتعلق بالخدمات الاجتماعية وضعت هناك معايير للتطوير وعادة نساء إجراءات منها تقليل حجم المستندات أو أتمتت الخدمات بشكل كامل أو تحديد مستوى تفاقية الخدمة إلى فترة زمنية بحد أخصى هذه العمليات وهذه سندسة الجراءات تهدف إلى تبسيط وتسهيل وتقديم الخدمة بجودة عالية للمواطن والمقيمين ترجمة نانسي قنقر